عملوا فيديوهات وقالوا كانوا بيقترحوا بروتوكول العلاج وإحنا في النهاية الكلام ده إحنا ما نقدرش إن إحنا نطبقه لإن إحنا مش عارفين إنه ده صح ولا غلط كل واحد بيكتهد وبينزل اللي هو شايفه على السوشيال ميديا سواء كان طبيب أو جات له وصفة من أي حد كان بينزلها خطر جدا إن إحنا نسمع لأي حد إحنا مش متأكدين منه حتى يعني طبعا مع احترامي لكل الأطباء اللي عملوا فيديوهات بس في النهاية يا جماعة أرجوكوا بلاش إن إنتوا تستجيبوا لهذه الرشدات لإنه في النهاية لازم تروحوا لجهة موصوق فيها أي مستشفى من المستشفيات أو أي بيان من وزارة الصحة هو ده اللي صحيح لكن أي حد يجتهد وينزل رشدته على صفحته على الفيس أو يبعت على الواتس أي حاجات كل ده بلاش إن إحنا نعمله لأنه في النهاية هو غير فعال وممكن يضر خليني أسمع أكتر رأي الدكتور هاني الناظر معي على التليفون الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث مساء الخير يا دكتور صحيح يا دكتور هاني أهلا بحضر أهلا بيك أولا أنا عايزة من حضرتك نصيحة على كل الرشدات اللي شفناها في الفترة اللي فاتت اللي كانت موجودة قدامنا الحقيقة الموضوع ده أنا اتكلمتي فيه وقت دي يعني حاجة خطر جدا المشكلة فيه حضرتك الحقيقة إن فيه ناس كتير لما شافت الكلام ده بدأت تنزل استغاليات وتشكري الأدوية صحيح أعيد يعني ما عندهمش حاجة فعلى أساس اللي كان أشيله عندي عشان لو أقدر رضاها جاه المرض أبقى للاك فطبعا كان تيكتور إن بيسحب أدوية دي فيه ناس تانية بتحتاجها لأمراض أخرى فعلا فأنت كده حرم لناس من أدوية هم محتاجينها وفي نفس الوقت أنت ما عندكش حاجة يعني أنا بقول أنت بتطول على نفسك فأنت بتاخد أدوية تخزينها وفيه مريض تانية محتاجة فده يعني أنا بقولاش الناس الحقيقة أنه هم يتوقفوا عن كده تماما وما يقروش كلام ده وما ينزلوش يشتيروا أدوية وهم سلام وبعدين هم مش متأكدين هي فعلا الأدوية دي هتعالج ولا لا يا دكتور هيني الحاجة التانية النقطة التانية بقى حضرتك لينتي بتقولي ده صح طبعا إحنا لغاية دلوقتي كل العلاجات المطروحة هي كلها زي ما احنا عارفين تجارب شريرية يعني لغاية دلوقتي محدش يقدر يقول إن هو ده العلاج ما في البيت حاجة التالتة النزارة الصحة عاملة وعاملة طبية الناس ممكن تتكلم منه نعم وتعرف كل حاجة وقالت للناس لقدر الله لو أنت عندك حاجة هيجي لك المنطوب من نزارة الصحة ومعاه الكيس اللي فيه الإرسادات وفيه الأدوية وفيه الترمومتر وهيتابعوا معاه يبقى هو محتاج يشتري حاجة من الصدريات أي فأنا الحقيقة بقى وناشط الطرفين بقى وناشط زملائي الأطباء إنه ما منازلوش أي بروتوكولات على الصفحات نهاية اتنين المواطنين حتى لو حد غيره توعمل كده بقى أرجوهم إنه ما ما يشتريش أدوية وهم مسلام ربنا ديهم الصحة وبلاش يفاولون عرسهم وكمان عشان ما يبيعش فرصة الدواء ده على مريض آخر هو في أشد حاجات فعلا طيب دكتور هاني يمكن كان فيه كلام من فترة يعني وإحنا في الشتاء قالوا يا جماعة لما هيدخل الصيف ودرجات الحرارة هترتفع ده هيأثر على نشاط الفيروس فيروس كورونا وهينتهي طبعا ده ما حصلش بص حضرتك فيه مدرستين علميتين مدرسة علمية بتقول في خاصة صيف هيقل نشاط الفيروس وفيه مدرسة بتقول لا أي لغاية مبارح حضرتك ده مجلة من أكبر المجلات العلمية الصينية نشر على كل مواقع أنه بيقيدوا هذا الكلام هم هم عملوا دراسة وثبت فعلا الفيروس حرارة العالية بيقيدوا نشاطه احنا لغاية دلوقتي حضرتك بوصلناش فصل الصيف لش يعني جغرافيا هكت بالكلمة عسى بايس حقيقة دلوقتي اي احنا لازلنا في فصل الغبيع فصل الصيف يبدأ جغرافيا واحد وعشرين يونيون تمام يبقى احنا نستنى يوليا ونشوف النتائج ايه هو ده الصيف يعني احنا حضرتك تقصد ان احنا ننتظر لدخول فصل الصيف وبعد كده نحكم وبعد كده نحكم لكن مفيش نتيجة احنا بنستند عليها نهائية المجلات العلمية اللي بتنشر بتقول ان الحرارة بتقصى عليه والنصيف بيقصى ايه وبيستشهدوا بكده ان اوروبا دلوقتي ابتدى الحياة تقيل عشان تبتدى حرارة ترتفع احنا لسه عندنا حرارة مرتفعة بس لسه في حالات زيادة نا وعندينها ازباب حقيقة ان احنا طبعا بنتكلم بالامانة يعني ايه كثير مننا غير ملتزم الفترة اللي فاتت اللي قبل العيد رمضان كنا بنشوف حاجات يعني يعني ارجو انها لا تتكرر تاني تجمعات يعني ياريت ناخد بالنا من نفتنا حتى نتحتنا امانة ونبدأ نتبأ التعليمات بجد بقى بالامانة عشان ايه عشان يبدأ الكرف ينزل تاني بدل ما بيعلم يا رب يا دكتور يا رب ينزل ان احنا خايفين كمان من بعد فتح الحياة خالص والغاء الحزر ان الحالات تزيد اكتر هو اشوفي حضرتك ان شاء الله هو الكرف هينزل بالسجاهة ان شاء الله يا رب احنا مش عايزين نوصل عدد كبيرا وده بقى دورنا احنا كبواطنين بشكر حضرتك دكتور هاني النازر الرئيس الاسبق للمركز القومي للبحوث فاصل ونواصل مشاهدين